يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم أهلا بيكم جميعاً وبداية حلقة جديدة من عشر الصبح في الأهلي كان نفسي إن أنا أبتدي مع حضراتكم حلقة النهاردة بجملة نهواند الشهيرة جملة صباح النصر بس من الواضح إنها مش مكتوب لنا وبالمناسبة هي بقى لها فترة طويلة الحكاية باينة باينة إن هي مش مكتوب لنا لو هيبقى الحال على ما هو عليه فهي مش مكتوب لنا ونستعوض ربنا بقى زي ما استعوض ربنا كده في كاس العرب مصر ممتخب مصر ممتخب مصر اللي يطلع رابع كاس العرب يعني هو طبيعي جداً إنه لو ترمى الأمور استمرت على ما هي عليه طبيعي جداً إن احنا نشوف اللي شفناه في مباراة الأمس طبيعي جداً إن احنا نتفرج على الهرتلة اللي حصلت في مباراة مباراة على كل أحوال إحنا بس إيه خلونا في الأول بس نعرف حضراتكم كده النهاردة إن شاء الله الجزء الثاني تحديداً هيكون معانا إيه من خلاله كالعادة هيكون عندنا فقرتين حواريتين الفقرة الأولى هتكون مع أبطال فريق ناشئات سلة النادي الأهلي تحت سن 14 سنة بعد ما تم تتوجهم ببطولة منطقة القاهرة دي الفقرة الأولى الفقرة الثانية هتكون مع كابتن إيهاب المصري مهاجم منتخب مصر السابق واللي أكيد هنتكلم معاه عن رؤيته للي حصل رؤيته للي حيحصل هنفتح أكيد الملف بتاع المنتخب وطبعاً إحنا كنا تكلمنا قبل كده واتكلمنا كتير عما يفعله كيروش من عك كوروي يعني خلانا وهو سيد إيده كده الحقيقة وهو يعني مش عامل أي قدر من المجهود خلانا نخسر إمبارح أول ما تشاطنا في أمم إفريقيا أمام نيجيريا بهذا في هدف نظيف ونحمد ربنا ونبوس إيدينا وشه وظهر إنه يعني انتهى الموضوع على هدف نظيف لأن المفروض كان يحصل أكتر من كده إمبارح يعني مباراة تقريباً كان فيها ولا لعب تقريباً كان بيلعب في مركزه الطبيعي يمكن نتوجه لمحمد الشرناوي بالتهنئة هو الوحيد تقريباً اللي استمر في مركزه كان عندنا برضو توقعات أنه وارد جداً نلاقي محمد الشرناوي فرود مهاجم صريح جنح أيصر في ضوء اللي حاصل كله منطقي وكله يعني وارد جداً أنه يحصل وقلنا قبل كده يمكن بطولة العرب كان بيجرب اللعيبة في مراكز متعددة أو مختلفة من منطلق أنه عايز يشوف إمكانية توظيفهم في أكتر من مكان قلنا دي فكرة نميسة جداً يعني جداً الحقيقة ولكن للأسف الشديد وإحنا اللي كلنا دفعنا تاماً ده نظريته حققت أكبر نسبة فشل تاريخية يعني ما اعترفش بده يعني هو ما اعترفش بده وعمل تشكيل أقل وصف دي أنه تشكيل هازلي مبارح في أول مطشطنا في أمم إفريقيا أنتوا كده فقدتوا يعني عنصرين مهمين جداً يعني إحنا اللي فقدنا كلنا عنصرين في منتهى الأهمية لما نخلي يعني مصطفى محمد المهاجم الصريح يبقى وينج يمين ومحمد صلاح اللي هو يعني أهم وأمهر جناح على مستوى العالم تخليه راس حربة صريح وتريسيجيء اللي هو الوينج الشمال تخليه لاعب وسط يعني هنا بقى لازم نحط مليون علامة استفهام مليون علامة تعجب عن هذا التفكير وعن هذا الأسطوب وعن هذا التوظيف لكل اللعيبة اللي كانوا مبارح عجزين بالمعنى الحرفي للكلمة عن أن هم يقدموا أي شيء يعدل النتيجة بلاش النتيجة يعدل المنظر العام يخللنا فرمة في أرضية الملعب اللي واجب يتبع المطشن بقيدي يحس أن فيه تشكيل ما بيحصل وقال إيه لصبح الله يعني فيه خطة صريحة بتتلعب في أرضية الملعب إحنا بجد ربنا سطرها معانا مبارح بتوفيقه لمحمد الشناوي طبعا كان بيلعب قدام فريق منظم سريع عارف يعني أسلحته إيه ومحدد هدفه عنده جمل تيكتيكية بيلعبها بكل دقة وبكل إتقار إحنا ما روحناش يعني ما روحناش والواحد يصعب عليه أول ما يقول حاجة زي كده لأن إحنا برضو مش شوية إحنا مش قليلين إحنا عندنا شوية لعيبة لوز اللوز لو كل واحد بس لعب في مركزه الطبيعي المنطقي اللي طول عمره منور فيه وبينجز من خلاله كان الوضع اختلف كتير جدا 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 عن اللي حصل مبارح يعني حاجة عجيبة جدا حقيقة ميستر كراش مش عارف هل محتاجين نعرفه هل الجهاز المعاون اللي معاه مفروض يعرفه يعني أنا مش عارف هل مجلس اتحاد الكرة الجديد لازم يعرفه إذا كانت اللجنة اللي جابته معرفتهش لازم حد يعرفه يا أخوانا أن أنت راجل برينس حلو ما اختلفناش عدك ماضي وتاريخ لكن تعالوا بص كده في حقيقة القبر أنت جاي من بيتكو عشان تدرب منتخب مصر يعني مش جابينة كنت مكسر الدنيا في أوروبا لا سمح الله تاريخك وتدريبك لمن منشاستر يونيتد كل ده على رأسنا من فوق لكن لازم يبقى له أمارة لازم نشوف له حاجة ملا بحناش حاجة أنا بتكلم في القصة دي من أول مثلا ما تشبته على ليبيا كتير حتى من أصدقاء أنا بتكلم حضراتكم على المستوى الشخصي يقول لك أنت راجل كيب علي أنا يعني أنا كيب ومومة وكذا طب أنت شفتوا حاجة تسعد شفتوا حاجة تطمن شفتوا حاجة تديكم انطباع أن إحنا كده إن شاء الله الموضوع مفروغ منه ورحيم كس العالم وحنعمل شغل نار إحنا بالمنظر اللي إحنا مشيين به ده لو وصلنا لأقرب دورة رمضانية يبقى كترخير الدنيا يعني مش عارف وبعدين كمية العجرفة والتعالي اللي بيتعامل بيها معانا يعني أنا مش عارف مش عارف آخرتها إيه منتخب مصر اللي بتدربه ده منتخب صاحب الأرقام القياسية في أمم إفرقيا وتاريخه معروف في القرى كلها للقاصي والداني وحيفضل كده جيل بيسلم جيل اللهم إليه يمكن الجيل ده هيحصل فيه عصر بمعرفة حضرتك يعني الحكاية تبدو للي بتابع الموقف من بعيد وكأن دي نحتاية الراجل ده جاي ينحتها بدل من القعدة في البيت أنا مش عارف حضراتكم شايفين الصورة إزاي الحقيقة يعني الواحد مهما يعني اتكلم مش هيعبر عن حرق يعني حرقة الدم اللي كنا فيها كلنا مبارح واللي عشناها كلنا مبارح من خلال متابعتنا لهذه المباراة الهزلية يعني حاجة عجيبة جدا 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 يعني أنا مش عارف حتى مش لقي كلام أنا كمية الحاجات اللي جواه الواحد مش عارف يقول لكم فيها ايه ولا ايه بس مبارح بجد يعني احلم نتفرج على ماتش لا يليق بتاريخنا ولا يليق بإمكانيات لعبتنا لما لما تضيع إمكانيات واحد زي مصطفى محمد ومحمد صلاح وتخليهم متكتفين في مراكز غير مراكزهم ده خلانا نفقد يعني هجمات مصطفى القوية في الثمانتاشر وده خلانا ما نشوفش صرعة محمد صلاح الساروخية في أرضية الملعب عارفين ان انت كمدرب يمكن عايز تلعب بطريقة اربعة ثلاثة ثلاثة بس لما تيجي تلعب سواء بالطريقة دي او بغيرها يعني مش عارف العب بمنطق العب بأوراقك الصحيحة تحط كل اللعيبة في أمكانهم المعتادة عشان نتوقع منهم المعتاد منهم باختصار شديد لكن كل ده للأسف ما حصلش كل ده ضاع يعني كل ده ضاع واللي جاي مش مطمئن فيه وجهة نظر تالية بتقولك انت لسه عندك غينية وعليس عندك ماتش السودان بس اللي حصل ده مش مطمئن والله العظيم بكلم حضراتكم بمنطق الأمانة ايا كان اسم الفريق اللي عن لعبه حاجة خوف طيب عايز اقول لكم اكرم توفيق اجرى اشعى بالامس على رجبته اثر الاصابة اللي تعرض لها خلال الشوت الاول من مباراة مصر ونيجيريا وطبعا على ضوء نتيجتها سيتم تحديد مدى اصابته ونفس الامر طبعا ليه احمد فتوح اللي اجرى هو كمان اشعة بعد اصابته اللي لاحقت به في مباراة الامس اكرم توفيق فيه ناس بتقول طبعا كل الكلام ده كلام يعني في الاخر احنا لازم نستنى لنا تقارير بس فيه وجتين نظر وجهة نظر بتقول انه هو تعرض لجزع الشديد ووجهة نظر التالية بتقول لا ده بتقارد دي قطع في الرباط الصليبي نتمنى انه ما يكونش قطع في الرباط الصليبي لانه طبعا انه عكسات ده ان احنا ايه حننسى اكرم توفيق شوية حلوين فاتمنى ان الموضوع يبقى أبسط من كده بكتير طيب تعالوا بقى نروح ليه مباراة ثانية مهمة جدا انبارح اتعادل الجزائر مع سيرليون وده خلانا نتفائل ونقول اهي الجزائر يعني صاحبة اخر لقب واحد منتخبات القوى العظمة بتكعب لها كمان وبتتعادل في اول جولة لها في مؤشر اننا يعني ايه ممكن ممكن نشوف يعني وضع مختلف لنا في الشوية الجايين ونقدر نقف قدام اي منافس الفترة الجاية ونوصل للمربع الذهبي ومن ثم للنهائي لكن مستر كيروش ليه وجهة نظر تانية وعكن علينا كلنا وزي ما كنت بقول لحضراتكم من شوية انا شخصيا اشك انه ممكن بالاداء ده وبالتشكيلة دي وبالمراكز الغير منطقية دي لو وصلنا لدورة رمضانية يبقى ترخير العالم الدنيا ومنبوز ايدينا وشه وضهر طيب تعالوا بقى نروح نشوف تصريحاته تصريحات كارلوس كيروش هو اعترف بسوء الاداء امام نيجيريا وقال عقب المباراة اداءنا في الشوط الاول كان فقير للغاية ولم نكن موجودين على ارضية الملعب انا عن نفسي سعيد جدا انا واخد باله من اللقطة دي واضاف انه في بداية الشوط التاني قدمنا اداء طيب من وجهة نظر من خسير ولم يكن هناك سبب لهذا الاخفاق والخسارة امام نيجيريا هنا لازم نقف لم يكن هناك سبب يعني اسيب الرد لحضراتكم قال كمان لقد خسرنا هذه المباراة ولكن هناك ستة نقاط سنجمحها ونلعب امام السودان وغينيا ونتأهل للدور القادم هكذا نتمنى جميعا على العموم احنا لسه عندنا يعني طبعا كلام كتير جدا عن كيروش وعن مباراة الامس هنتكلم عن الموضوع ده باستفادة فيه تاني وآخر فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة وهنشوف هنعمل ايه معهين يابيساوي يوم السبت الجاي ان شاء الله وبطبيعة الحال احنا ما عندناش اي بدير غير الفوس يعني معرفش كيروش وضعه ايه يعني مخطط هو الراجل جاي ومزبط نفسه انه هو تم التعاقد معاه عشان الوصول لكاس العالم فبالنسبة له كاس العرب ده كانت تجربة وبالنسبة له امم افريقيا ها دي ده بنقضي وقت نايس من الواضح كده نروح بقى الاخبار اللي مفرحنا النادي الاهلي بكرا ان شاء الله هنواجه فريق الجونة في ساعة اثنين ونص عصرا على ملعب الاهلي وي السلام ضمن منافسات الجولة الاولى من بطولة كأس رابطة الاندية المصرية للمحترفين طبعا تدريبات الفريق شغالة ويامبارح بيتسو موسماني عقد محاضرة مع كل اللاعبين قبل انطلاق الميران الجماعي وشرح لهم نقاط القوة والضعف في فريق الجونة ويشملت هذه التدريبات يعني اقامة ترايماتش وتدريبات بدنية وتوجيهات فنية من بيتسو موسماني بالاضافة لتدريبات خاصة بحراس المرمى وطبعا من اتمنى كل التوفير النادي الاهلي بكرا ان شاء الله طيب نروح بقى الموضوع تاني قام الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والموجود حاليا في دولة الامارات العربية الشقيقة بزيارة لنادي ضباط الشرطة في دبي وكان في استقباله مع علي الفريق علي عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وبعد حوار ودي قام المري باستحاب رئيس النادي الاهلي في جولة تفقدية بنادي ضباط شرطة دبي تفقت خلالها منشآت ومرافق النادي وتبادل كابتن محمود الخطيب والفريق المري الهدايا التسكرية تعبيرا عن العلاقات الوطيدة اللي بتربط ما بين النادي الاهلي واشقائه بدولة الامارات لكن رئيس النادي الاهلي قد توجه الى الامارات طبعا زي ما حضرتكم عارفين قبل ايام لتسلم جائزة محمد بن راشد للابداع الرياضي اللي حصل عليها النادي بوصف واحد من احسن المؤسسات الرياضية العربية عن عام 2021 وهو اللي بالفعل فاز بهذه الجائزة فطبعا حاجة عظيمة جدا وكالعادة النادي الاهلي هو مصدر يعني فرحتنا وبهجتنا وكان نفسي نفرح بملتخبنا زي ما احنا فرحانين كده بالنادي الاهلي ولكن ربنا يصلح الاحوال ان شاء الله طيب والمزيد من التفاصيل حول حالة الضقص وتوقعات درجات الحرارة على الان لخلال الايام القليلة القادمة احنا معنا على التليفون دكتورة منار غانم وهي عضو المكتب الاعلامي بالهيئة العامة للارصاد الجوية نصل على حضرتك أستاذ كريم وصباح الخير كمان على كل أستاذة مشاهدين اهلا بحضر اهلا بيجي فات النهار ده جو يعني ايه ادفى شوية من المبارح مش كده برضو اه بالضبط احنا اليوم بقى بنشهد أجواء شتوية متقررة على كتابية في زيادة الفترات 16 في اتدال لحركة الرياح ده اللي بيخلي التقص اليوم خلال ساعات النهار معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والتواحل الشمالية للمحافظات الوجه البحري وايضا محافظات شمال بالسعيد بيظل دافئ على محافظات جنوب السعيد وطبعا جنوب في ساعات النهار لكن خلال ساعات الييل خطة الهوائية المنطرة عنين خطة الهوائية جفة بيخلي الصقص شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية بيوصل كمان لحد استقيح وسط صناء وبعض المناطق من شمال السعيد يعني درجات الحرارة في المناطق دي بتقل عن ثمس درجات خلال ساعات الييل أيضا كمان فرص الأمطار يوم منحصرة تماما مجموناتها وليلة جدا وبعض المناطق من أكثر ساحل الغربية للبلاد زي مصروح والسلوم تمام طيب حذك متوقع يعني إيه اللي حيستجد خلال الساعات القليلة القادمة ولا سيبقى الوضع على ما هو عليه اليوم اللي هو الوضع كما هو فالج جوية الأمطار ده معنا أمطار خفيفة مش هتأثر تماما لكن هتنا متوقعين إن شاء الله يبقى عندنا فرص الأمطار خفيفة المتوسطة على السواحل الشمالية للبلاد هتمتد كمان لبعض المناطق من شمال الوجه البحري أيضا أمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد إن شاء الله الأمطار للقاهرة الكبرى طبعا نزل الفدوث لا تتجاوز العشرين في المية على القاهرة الكبرى مساء غدا إن شاء الله ممكن يبقى فيه فرص الأمطار أيضا كمان متوقعا من الجمعة القادمة هيحصل انقصاد في درجات الحرارة في درجات الجمهورية بحوالي من درجاتين هي ثلاث درجات هيبدأ يقوم بارد خلال ساعات وده خلال ساعات طيب أخيرا دكتورة منار بعد إذن حضرتك أنت طبعا يعني أنت حضرة معنا بقى الجو وتقلباته وبتشوفي يعني أكيد وبصفة خاصة بحكم تخصص حضرتك يعني فكرة درجات البرودة درجات الحرارة لما بتنخفض قوي الموضوع ده بيعد له شوية وبعد كده الدنيا بتدفي نسبيا بعد كده يرجع الجو بره تاني وبعد دي هيرجع يدفي نسبيا إحنا هنفضل على الحد ده ولا إحنا عدينا المرحلة اللي فيها يعني الانخفاض الأكبر في درجات الحرارة زي ما كان حصل على مدار الأسبوعين اللي فاتوا بالفعل إحنا خلاص في فصل الشتاء فما درجات الحرارة خلال ساعات منقفضة بشكل ملحوظ ممكن طبعا حصل الجو بقى أدافي خلال ساعات النهار فدائما احنا مش عاوزين ننخدع لأن ده بيبقى يوم أو اتنين خلال فصل الشتاء فدائما نبقى المصيحة الأساسية في الأوقات دي هو عدم تخطيف الملابس هنستمر في رساء الملابس الشتوية ودائما اللي تبقى الشتوية لكن احنا مستمرين لنهاية فصل الشتاء في انقفاض درجات الحرارة خلال ساعات النهار تمام احنا شاكرين لحضرتك جزيل الشكر وجودك معنا من خلال هذه المداخلة دكتورة منار شكرا جزيلا لحضرتك وحنطلع فصل سريع يا حضرات ونرجع نكمل كلامنا تفضل أهلا بيكم مرة تانية تعالوا نروح نتابع آخر أخبار النادي الأهلي وفرق المختلفة مع زمانتنا العزيزة منا إبراهيم هي موجودة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة منا صباح الفل عليك تفضلي يا صباح الخير عليك يا كريم صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان يوم جديد من عشر الصبح في الأهلي يبقى أكيد أخبار رياضية أهلوية كمان جديدة من المقر الرئيسي للنادي الأهلي موجودة علشان أنقلكم آخر وأهم الأخبار الرياضية المتعلقة بالنادي الأهلي وكل فرق الرياضية المختلفة خلويني أبتد بفريق الأول لقرة القدم اللي النهاردة بيواصل آخر تدريبات وتدريب أو تجمع الفريق الساعة 3 العصر تدريب الساعة 4 العصر طبعا استعدنا لمباراة الجونة بكرة إن شاء الله يعني دي المباراة الأولى هتبقى مع النادي الأهلي في كاس ربط الأندية المحترفة طبعا النادي الأهلي في مجموعته هيواجه بعد نادي الجونة هيواجه يوم الاتنين الإسماعيلي ويوم الجمعة المقولين العرب يوم الخميس 27 يناير مع نادي سموحة وآخر مباراة تبقى مع البنك الأهلي يوم 30 يناير إن شاء الله دي طبعا هتبقى المجموعة اللي هيلعبها النادي الأهلي كل الأندية اللي هيواجهها ونتمنى للنادي الأهلي كل التوفيق إن شاء الله تبقى البطولة دي من حظ النادي الأهلي وتضاف لبطولات النادي الأهلي يعني كريم خليني أقولك أن النهاردة هيجري الفريق أو الجهاز الطبي للفريق في انتظار المسحة التانية للعيبة الخماسي اللي كانوا أصيبوا مؤخرا بفيروس كورونا وهما اللعيبة بيرسيتاو ياسر إبراهيم لويس ميكي سوني أحمد عبدالقادر وأحمد نبيلك وكان شاء الله المسحة تطلع سلبية ويقدروا أن هم يشاركوا مع مع النادي الأهلي بكرة في مباراته أمام النادي الجونا يعني عايزة أقولك بس يا كريم إن دكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق كان بيواصل التنصيق أمس والنهاردة مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني الموجود حاليا في الكاميرون للإطمئنان على حالة أقرم توفيق اللي أصيب مبارح وخرج من الشوت الأول من مبارات منتخب الوطني أمام نيجيريا خرج مصاب بإصابة كبيرة في ركبته الإصابة غالبا هتبقى شديدة للأسف وقد تؤثر على الأقرم توفيق إنه هو الفترة اللي جاية طبعا مش هيقدر يكمل البطولة مع المنتخب قد كمان تبعدوا عن عن مباراته أو البطولة مع النادي الأهلي في كاس العالم للأندية نتمنى له أكيد كل التوفيق نتمنى له أنه هو إن شاء الله تبقى بسيطة مش زي ما لحد دلوقتي استمعينه وعرفنا النهاردة هيجري إشاعة أخيرة هتحدد إن شاء الله منها إيه مدى إصابته وقد إيه هيبعد عن الملعب نتمنى له كل التوفيق وإن شاء الله يبقى بخير قريب دكتور أحمد أبو عبلة كمان منتظر النهاردة ومنتظر الآمزي رجوع بدر بنون اللي كمان أصيب مع المنتخب المغربي بتاع بلاده مؤخراً وإن هو هيرجع إن شاء الله للقاهرة علشان يقضع للفحص الطبي الدقيق اللي هيحدد إيه إصابته وهيبعد قد إيه إن شاء الله نتمنى له السلامة وإن شاء الله تبقى برضو بسيطة يعني يا كريم زي كانت كل أخبار الفريق الأول لكرة القدم خلينا نروح بقى لفرق الرياضية المختلفة النهاردة بالنازل آلي خلينا نبتدي بفريق الأول لكرة الطائرة رجال النهاردة الفريق راحة من التدريبات بعد مبارايتين متتاليتين لعبهم لعب أول أمس يوم الاثنين مع نادي سبويتنج وقدر إنه هو يفوز بنتيجة 3-0 على نادي سبويتنج المباراة دي كانت في الجولة الأخيرة والعشرة والأخيرة من بطولة الدوري مبارح تحديداً لعب مع نادي سكندرال البترول على طول بشكل متتالي فاز برضو بنتيجة 3-0 يعني دي كانت مباراة مؤجلة من الجولة التمنى من بطولة الدوري فاز برضو بيها النازل الأهلي بنتيجة 3-0 طبعاً يعني كابتن محمد مصلحي المدير الفني للفريق هيكون الفترة المقبلة بيجهز لعبته بشكل قوي جداً إنهم يستأنفوا تدريباتهم خصوصاً إن الفريق في الفترة الأخيرة مأدي أداء قوي جداً ومأدي عروض قوية جداً إن شاء الله تستمر في الفترة المقبلة كرة التايرة سيدات بقى النهاردة بيستعدوا لمباراتهم يعني يوم الجمعة المقبلة هتكون أول مباراة رسمية مع نادي الزمالك آخر مباراة كان فاز بيها النادي الأهلي أو سيدات التايرة كانت يوم يعني أول أمس تحديداً عفواً مع نادي الصيد مباراة كانت شهدة ندية كبيرة جداً وتحدي وأسرار من لعبات النادي الأهلي إن هم يفوزوا بالمباراة قدروا يعملوا كامباة كوي جداً وفازوا بالمباراة بسكور كويس عايزة أمنا كمانية كريمة على اللعبة آية الشامي طبعاً آية من أحد أهم وأبرز اللعبات بالنادي الأهلي كانت أصيبت بكسر في أصبعين من أصابع اليد لحد دلوقتي مستمرة في برنامج العلاجة الطبيعي اللي كان مقدمه لها الجهاز الطبي إن شاء الله في أسرع وقت ممكن ترجع للملاعب بشكل قوي تاني وسريع أما بقى رجال كرة السلة اللي فازوا أمس على المصرية اللي اتصالتوا أغلاقوا صفحة المباراة فازوا بنتيجة 82-72 طبعاً كانت مباراة قوية تفرجنا عليها أمسا مباشرة وحاصرين على شاشة قناة النادي الأهلي وشوفنا كمان الستوديو التحليلي المباراة القادمة هتبقى يوم السبت القادم إن شاء الله أمام نادي مصر للتأمين يوم السبت القادم يعني أكيد طبعاً مستر أوكيستي بوش زي كل مرة بيحرص أنه بعد كل مباراة يعمل محاضرة مع اللعيبة هتكون النهاردة على صلة الأمير عبدالله الفيصل بالنادي الأهلي هنا بالجزيرة علشان يناقش فيها إيجابيات وسلبيات المباراة الماضية علشان طبعاً يتجنب كل السلبيات اللي حصلت للمباراة الجاية إن شاء الله أمام مصر للتأمين كمان حاب أقولك يا كريم أن اللاعب مراوان سرحان اللي كان أصيب بكسر في الإيد لسه مستمر فيه برنامج العلاجة الطبيعي اللي كان متقدم له أو محدد له من الجهاز الطبي إن شاء الله في أسرع وقت ممكن يقدر يرجع للملاعب بشكل قوي وسريع أما بقى سيدات كرة السلة بقيادة طبعاً كابتن علي هاشم في أجازة رسمية نهاردة وراحة من التدريبات لمدة أسبوع من النهاردة طبعاً ظل أن هم في ظل توقف البطولات أو أي منافسات رسمية هتكون هيلعبوها قريب ما فيش أي تدريبات قريب فالفترة دي هتبقى كافية لكابتن علي هاشم المدير الفني مع الجهاز الفني معين هم يحطوا خطة الإعداد للفترة القادمة إن شاء الله تبقى خطة إعداد قوية يقدروا بيها يعملوا كامباك سريع جداً ويلعبوا واستقنافوا ممانشاتهم أول ما تبتدي بشكل وصورة قوية إن شاء الله يعني خلوني بقى نروح لكرة اليد رجال طبعاً بقيادة كابتن طارق محروز النهاردة تمرينهم الساعة أربعة عصرة نستعدنا لاستقناف الدوري من يوم 17 يناير الجاري إن شاء الله دلوقتي إحنا في فترة توقف لكن الدوري هيستكملوا تمرينتهم أو تدريباتهم واستعداداتهم والمباريات يوم 17 يناير الجاري إن شاء الله يعني عايز أقولك إنه كابتن طارق طبعاً حريص إن هو يجهز لعبته بشكل قوي خصوصاً بعد اندمام وانتظام اللعيب الدوليين اللي كان رجع من معسكر المنتخب الوطني بالسعودية كمان اللاعب إبراهيم المصري هو الوحيد اللعيب اللي هيحصل على راحة إضافية طبعاً نتيجة الإجهاد الشديد اللي تعرض له أثناء المنتخب خصوصاً إن إبراهيم من العناصر القوية والمهمة الأساسية في المنتخب وفي النجد الأهلي كمان يعني الفريق كان الفترة اللي فاتت لعب واتزياد كتير جداً كان ده الطريقة اللي كابتن طارق محروس بيجهز بيعلعبته وبيتأكد إن الفريق كله جاهز لكل المباراة القادمة بعد ما يرجع من التوقف إن شاء الله يعني أخيراً بقى خلينا نروح لسيدات كرة اليد إن النهاردة تدريبهم الساعة أربعة عصراً استعداداً لاستئناف البطولة والمواتشات الرسمية بتاعتهم تقريباً بعد حوالي شهر من دلوقتي بنتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق وإن شاء الله الشهر ده يكون وقت كافي جداً إن هم يرجعوا بشكل قوي للعروض القوية اللي دايماً معودلنا عليها بتمنى لهم أكيد كل التوفيق بتمنى لفريق إن كل التوفيق بكرة في بطولته الجديدة اللي إن شاء الله تبقى بطولة تضاف إلى بطولات النادي الأهلي مرة تانية بشكركم جداً عن متابعة بشكرك يا كريم والعودة إليك مرة تانية في الستوديو تفضل كل شكر ليكي زملتنا العزيزة من إبراهيم على هذه التخطية المتميزة ودلوقتي نبتدي بقى مع حضراتكم جولتنا الصحفية اللي هنروح من خلالها على موقع أو مقر جريدة الجمهورية مع زملتنا العزيزة مريم سميح اللي هتقول لنا على آخر المستجدات وآخر المنشتات الصحفية وكل الأخبار المهمة رياضياً في كافة الصحف والمواقع والجديد بالذكر أن حيكون لها لقاء كمان مع الأستاذ حسام الغربوي الناقد الرياضي صباح الفل عليكي وصباح الفل على ضيفك العزيز وعايزينك بقى تعرفين على أهم المنشتات تفضل صباح الخير عليك يا كريم بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل مقر جريدة الجمهورية العنوين اللي هتكون معنا النهاردة في جولتنا واللي هنتناقش فيها إن شاء الله مع ضفنا العزيز الأستاذ حسام الغربوي النقد الرياضي بجريدة الجمهورية العنوان الأول من جريدة الجمهورية كيراش في مواجهة الكبار ملوش من موقع الشرق الأوسط يجب التعامل مع كأس الأمم الإفريقية بالاحترام الذي تستحقه ومن جريدة الأخبار هيكون معنا عنوان اليوم انطلاق كأس الرابطة في النسخة الأولى وأخيرا من الشروق كلاسيكو الأرض يتجدد في السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مادريد هنتناقش في كل هذه العنوين مع ضفنا الأستاذ حسام الغربوي الناقد الرياضي بجريدة الجمهورية مصبح عليك في البداية وأستاذ حسام دايما منوارنا ومشرفنا على شاشة قناة النادي الأهلي وعشة الصبح في الآن أهلا ونسألنا صباح الخير على حضرتك وعلى زماننا كريم وعلى جميع محب الأهل ومشجعين أستاذ حسام يمكن مبارح كلنا تابعنا طبعا يعني مباراة مصر ونيجيريا كان فيه علامات استفهام كتيرة كان فيه يمكن حالة من الغضب على جماهير طبعا المصرية كلها بسبب كيراش احنا يمكن مش فاهمين التكتيك شوية العيبة بتلعب في غير مراكزها وده يمكن أدى لخسارة المنتخب في مباراته الافتتاحية طبعا مش أنا بس اللحظين أو زعلان جميع المصريين في شكل محزن جدا عبروا عن رأيهم مبارح بالمستوى بصراحة غير مرضي احنا وانا من الناس اللي كنت شاف ان منتخبنا الحاضر الغائب وده بصراحة لا يليك باسم مصر منتخب مصري بمن العناصر والمحترفين والعيبة المحلين المتميزين جدا ان لو قدر انه يستغل لهم كروش بالشكل المتميز كان هيقدي مباراة قوية مع نيجيريا لان كانت هتبقى فتحة المنافسة على البطولة انه بالشكل ده احنا كلنا اللي كنا خافين ان احنا ندخل نفسنا في حسابات مش عايزينها حسابات صعبة ان احنا نستنى بقى يا طرطة بفرد غينيا بساوي السودان ان هما تكتلوا قصاد منتخبنا وبقات المبارات صعبة هنعمل ايه فلازم كروش يراجع نفسه ياخد رأي جهازه والمعاون ان يضع كل لعب فيه مكانه الصحي اللي يقدر 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 فيه بالشكل القوي احنا ما كناش عايزين بصراحة انه اختراع يعني التشكيل اللي حصل ما كانش ينفع ابدا جميع الخبراء المصريين واي حد بيفهم في الكرة حتى الرجل الشارع العادي ما كانش رادي وده احنا شفنا ما ينفعش خالص احنا ما كناش موجودين بصراحة في اي شيء وده ادى الافضلية للمنتخب ناجيريا انه هو يتغلب علينا في افتتاح في افتتاح كاس الأمة وده لا يليك اولا احنا ما نكون قدام ناجيريا بالشكل ده طب احنا عايزين نروح كاس العالم ان شاء الله لما نروح حالا نبقى دي برضو شرف مجرد ان احنا رحنا كاس العالم وخرجنا لا يليك باس مصر بعد التاريخ ده كله ويوجود لعبين كثر جدا وفي مقدمتهم محمد صلاح فاتمنى طبعا ان الجهاز الفاني راجع نفسه وان شاء الله نفوز بمباراتي غنيه بيساوي السودان وان شاء الله نبقى احسن تواني باذن الله ان شاء الله يمكن تحقيق موقع الشرق الاوسط بيتكلم عن فكرة الاحترام لبطولة كأس الأمم الافريقية مش ملهاش نفس الاحترام اللي بتنوله كبرى البطولات العالمية او كأس الأمم الأوروبية يمكن ما بيبقاش فيه تأجيل لبعض المباريات ويمكن فيه نقاش حاليا في انجلترا بسبب مباريات الدوري الانجليزي هيحصل ايه لان اللعيبة طبعا متواجدين مع المنتخبات هل ده بيسبب نوع من فكرة عدم الاحترام او عدم ان يكون كأس الأمم الافريقية يعني جديرة بالمكان اللي هي موجودة فيه طبعا شيء طبيعي ان كأس الأمم الافريقية فيها افضل لعيب العالم دلوقتي اللي هم شايلين يعتبر جميع البطولات الأوروبية يعني احنا شايفين صلاح محرز ماني وكثير من اللاعبين اللي هم دلوقتي اللي هم ثقل كبير جدا على مستوى العالم ودخلوا فيه صفوف أفضل لعيب العالم فشيء طبيعي اللي لازم بقى فيها ليهم الاحترام الكامل لان هي البطولة دي اللي بتطلع المواهب اللي أوروبا محتاجاها فلو البطولة دي ما تم احترامها بشكل كوي وهم مش هلاقوا كثير من اللاعبين اللي هم فعلا محتاجين لقدراتهم زي ما احنا شايفين دلوقتي وده هيرجع لي من خلال المناقشة الحالية بحيث ان ساعات بيبقى ما يكون البطولات بتبقى داخلة أو متقاربة من بعض هل اللعب هيروح هينتقلوا لا لا حتى فيه لاعب هيلر آيك اللي هو نجم آيكس وساحل العاج بيسألوا انت تروح لا لا ده بلدي يعني منتخب بلدي مستحيل ان انا اتخلف عن وجودي فيه وده لازم ان هم يرعوه بالشكل القوي طبعا الى جانب هم بيفكروا ان كاس العالم هيبقى سنتين ولا طبعا لو سنتين ده هيقضي على كاس الأم الأفريقية أو هيبقى من الصعب جدا اقامتها وبالتالي مش هنشوف نجوم تاني هتروح أوروبا فطبعا أنا بعدهم ان هم يفكروا بشكل علمي وضقيق بعيدا عن التحيوزات والعنصرية وان شاء الله كل الاتحاية والتقدير لنجومنا في كاس الأم الأفريقية وان شاء الله هي بقية وهتفرض نفسها بنجومها الكبار النهاردة أولى منافسات كاس ربطة الأندية المحترفة في نسختها الأولى يمكن تلات مباريات هيقاموا النهاردة بيرمتز مع الاتحاد السكنداري وإسترد كامبني مع فيوتشر وكمان المصري مع المقصة وطبعا احنا عارفين الأهلي هيكون في المجموعة التانية شايف ازاي المسابقة وممكن يكون مين هو المنافس أو على البطولة أو على اللقب يمكن الناس كلها بتتكلمين من الأهلي إن شاء الله تبقى دي بطولة جديدة بتضاف لبطولاته ولكن يمكن هنتكلم عن نهاردة تلات مباريات المقام شيء طبيعي هنا البطولة محلية وهيبقى العين على أكبر وأقوى الأندية وفي انقدمتهم الأهلي وده شيء طبيعي بالتاريخ والإنجازات واللعبين وقويته وعناصره اللي موجودة هيبقى فيه منافسة شرسة مع قية الأندية طبعا هي فيه البطولة جاية في وقت صعب جدا مع كاس الأمم فطبعا ما فيهش الاهتمام ممكن بالشكل الجماهير الكبير ولكن طبعا هي بطولة اللي أول مرة بتقوم عندنا 18 نادي بخلال تلات مجموعات كل مجموعة فيها ست فرق هيتم التأهل النهائي والنصف النهائي من خلال المتصدر وأحسن مركز تاني فنتمنى طبعا أنها تبقى بطولة قوية تبدأ بشكل قوي وتعبر وتفرض نفسها إن شاء الله نتمنى لهم التحية والتقدير ونتمنى لهم التوفيق للعبين ونشوق الفرق ونشوف بطولة قوية تليق باسم مصر واسم الأندية الموجودة فيها يمكن النهاردة كلاسيكو مهم جدا بيجمع ما بين ريال مدريد وبرشلونا في السوبر الإسباني بيتجدد الكلاسيكو شايفين برشلونا بقى له فترة كبيرة بيعاني بسبب أمور إدارية بسبب مشاكل مالية في إدارة النادي وكمان رحيل بعض النجوم أو أكبر النجوم وطبعا على رأسهم ميسي شايفين النهاردة ممكن تكون المواجهة إزاي خاصة أن جماهير برشلونا يمكن عندهم أمل بعض الشيء النهاردة أمام ريال مدريد وطبعا إحنا كلنا على مستوى العالم بنحب نشوف برشلونا وريال مدريد يعني حنشوف جميع القفهات وإذا أقول كده بتبقى مقتصدة بالمتفرجين عشان يشوفوا المباراة القوية دي ولكن طبعا أنا شايف أن ريال مدريد أعلى لأنه طبعا هو متصدر وجاهز بمهاجمي الأقوياء إزاي جونيور وكريم بنزيمة جاهزين جدا وطبعا هو المتصدر لحصد هذه البطولة 13 مرة على عكس برشلونا 11 مرة اللي هو بيحاول الظهور مرة أخرى لكن طبعا عنده مشاكل كبيرة جدا وإن كان عنده لعبين هينضموا يعني فيران وبيدري بحيث أنه هو يقوى من من صفوفه ولكن أنا بصراحة شايف أن ريال مدريد أقرب ونتمنى أن نشوف مباراة قوية تليق باسم الناديين الكبار ولكن طبعا ريال مدريد متصدر وبرشلونا للأسف في المركز السادس في البطولة عما يعني فده طبعا بيد الأفضلاليو ريال مدريد وإن شاء الله نشوف مباراة قوية إن شاء الله بإذن الله سيد حسيم دايما بتشرفنا وتنقرنا على شاشة قناة نادي الأهلي بشكرك جدا شكرا جزيلا شكرا كريم دي كانت جولتنا الصحفية في عدد من العنوين طبعا قل صدرة صباح اليوم الأربعاء والمتعلقة بكافة الأمور سواء على مستوى كأس الأمور الأفريقية أو ربطة الأندية وأيضا كلاسيكو ما بين برشلونا وريال مدريد بشكرك جدا عودة لك مرة أخرى أنا اللي بشكرك جزيلا شكر زمنتنا العزيزة مريم سميح وطبعا شكر موصول لضيفك الأستاذ حسام الغرباوي الناقض الرياضي مشهوركم على هذه الجولة والتغطية الصحفية المتميزة معنا كده أن الجزء الأول من حلقتنا انتهى هنطلع فصل سريع ونرجع عشان نبتدي مع حضراتكم جمولة فقراتنا الحوارية اللي هنتكلم من خلالها عن تتويج فريق ناشئات كرة السلة تحت 14 سنة بالنادي الأهلي ببطولة أو بلقب بطولة منطقة القاهرة هيكون معنا مجموعة من اللاعبات إلى جانب طبعا أستاذ علاء شهين وهو المدير الفني لفريق ناشئات كرة السلة تحت سن 14 سنة بالنادي الأهلي هنفرحكم بالجيل الجديد اللي عندنا بعد الفاصل على طولة فضل أهلا بيكم مرة ثانية الفقرة دي هنتكلم من خلالها عن بطولات النادي الأهلي فريق ناشئات كرة السلة تحت سن 14 سنة توجب لقب بطولة منطقة القاهرة بعد ما فاز على نادي الزهور بنتيجة 58-42 هنعرف بقى إيه هي تفاصيل البطولة دي وكيف استعدوا لهذه البطولة دي وبيجهزوا نفسهم لإيه إن شاء الله خلال الفترة القادمة كل ده هنعرفه من كابتن علاء شهين وهو المدير الفني لفريق ناشئات كرة السلة تحت 14 سنة وكمان من ورانا هنا محمد سعد الباز لعبة النادي الأهلي لكرة السلة صباح الفل عليكم صباح خير أغبركم حلوة هوباين من الكاس والميداليات والشغل عالي باليوم مبروك عايزين نحييكم ونهنيكم على هذا اللقب وهذه البطولة ولو تسمح لك أبتل نبتدي مع حضرتك يعني الاستعدادات كانت عاملة إزاي شكل المنافسات في البطولة كانت عاملة إزاي أقوى المباريات في رأيك أنت كانت أنهي مباريات بسم الله الرحمن الرحيم هو طبعا إحنا استعدنا تقريبا من شهر ستة مجرد من تشكيلة حط ابتدينا على طول التمرين فضلنا تقريبا نتمرن خمس وحدات في الأسبوع يعني خمس مرات في الأسبوع لغاية الدور التمهيدي بعد كده الدور قابل النهائي بعد كده النهائيات النهايات دي بتبقى تقريبا أربع فرق بتواجه بقى احنا واجهنا مصر التأمين واجهنا الجزيرة واجهنا الزهور كله أقوي يعتبر طالما وصلوا للدور ده يبقى الفرق كلها قوية بس احنا الحمد لله ربنا وعراض يعني ان احنا ناخد البطولة كنا مستعدين بشكل كواسي جدا أصعب مباراة فيه برأيك تأني وليه يعني عني وليه أصعب مباراة ظهور يعني هل هي آخر ماتش ما كناش موفقين كان الحظ معددنا جيمت جدا تقريبا أول شوت احنا جبنا بسكت واحد بس وده اه ده يعني ده مش يعني وفي لقطات طبعا يعني حاك لو شفتها هت هتصدق على كلامي بس الحمد لله طب اراكنا الموضوع في القارتر الثالث والرابع وقدرنا اه مشه منتده اه يعني الاسكور ما كانش كبير قويه وتقريبا فارق علينا خمسة بونت بس طول الجيم يعني بس احنا الحمد لله قدرنا نخلص الجيم كله وفرق 16 بوينت الحمد لله يعني وربنا اراض ان احنا ناخد البطولة الحمد لله جبني انا بالنسبة لك انتي يعني من وجه نظرك انتي اني ماتش كان الاصعب هل فعلا الظهور وانتي ليكي رأي تاني لا هو يعني ماتشوت كلها يعني زي بعض بس هوا الظهور احنا كنا في الاول ما كنا 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 نضايع كتير قوي ما كانش نحنا جبنا كتير واني كنا كمان خايفين شوية ان احنا ممكن نخسر بس يعني في الكوارتر الثالث والرابع يعني لا الحمد لله ان احنا قدرنا نعمل كده ونكسب ونجيب طب العكوسات اللي حصلت في الاول والتضييع اللي حصل ده كان نتيجة عدم تركيز ولا نتيجة قلق ولا نتيجة ايه؟ هو اول حاجة احنا مكنش موافقين خالص ثاني حاجة ان احنا كنا ممكن خايفين شوية ان احنا لازم نكسب فكان ممكن جايب معنا نتيجة ان احنا خايفين شوية ده زود السترس والتوتر عليكم طب عايزين نعرف بقى بدايتك اصلا مع كورة السلة بتاديتي في سن قد ايه؟ هل كنت بتلعبي في مكان تاني او في نادي تاني قبل ما تنضمي للنادي الاهلي؟ وليه الباسكت بوت اشمعني؟ هو انا تاديت باسكت وانا عندي خمس سنين في ودي رجلة وبعد كده عن تحت عشر سنين احنا اشتركنا في الاهلي وجينا مع كابتن عالية اول كابتن عند رابطنا في الاهلي وبعد كده بقى كابتن علي طلعت وكابتن احمد وكابتن عمر وبعد كده السنين دي مع كابتن علاء اخترت الباسكت اصلا انا بتديت اول حاجة جنباز وبعد كده سويمينج بس ما كنتش حباهم قوي بس دخلت الباسكت انا يعني بابايا كان بيحب يتفرج على الباسكت وفاهم فيه برضو هو اللي شجعك؟ اه وكمان انا بنت خلتي بيلعبه في الاهلي باسكت فده شجعني شوية انا ممكن اجربه وجربته الحمد لله يا حبي ومشي بحياته جميل كابتن علاء التعامل مع المرحلة العمرية دي مش سهل واعتقد كمان ان يمكن البنات بصفة خاصة لان انت عارب يوقع فيه ايه تحورات كده في الحالة المساجية وتغييرات نفسية تعالى نقول فده بيخلي المهمة مش سهل او يعني انت الى جانب فكرة التدريب والمهارات وتنمية القدرات الى اخره انت كمان نفسيا لازم تتعامل بتكنيك معين مع المرحلة العمرية دي شايف الملف ده ازاي والموضوع ده ازاي يا سيد صاح كريم يعني انا فضلت امارا ولاد انا كنت اصلا في جهاز الولاد لمدة 8 سنين تقريبا ففضلت 8 سنين امارا ولاد السنة دي اول سنة لي ان انا امارا بنات كابتن سايد صابر وكابتن وسايد ما شايفه ان انا ممكن اكون كاراكتر بتاعي يمشي مع البنات اكتر وحمد الله يعني ربنا ما خايفش ظنوهم يعني وخابنا البطولة اهو بدليل البطول بس تدريب البنات فعلا مختلف تماما على الولاد في ايه بلا اهو زي ما حاك قلت الطريقة في التعامل والاسلوب وما ينفعش ازعق ما ينفعش مثلا اه اه اتنربز قوي في حال الولاد باشي ايكش تدور فيه بالضغط اه يعني بالزبط اكيد زيادة على البعام الذي اكيد عن ذك بالزبط فانا بالنسبالي كتصدمة ما بيننا فضلت 8 سنين امارا ولاد بالتعامل بقى بالطريقة اول يوم في تدريبك للبنات كان عامل ازاي اول يوم بصفة خاصة تدريب تدريب بقى مش التعارف لا حسيت ان انا صامت زيادة على اللزوم مش عارف عامل ايه يعني بدلت ساكت كده شوية انا هزعق امتا طب انا هكأن اه انا مش عارف اعمل ايه معهم بالزبط واطبطب بقى طبعا لو في بقى خطة ولا اصابة ولا بتاع دي بتبقى كارثة اه يعني يا جماعة شوفونا الاسعاب بسرعة وممكن ايه مثلا ايه في الاخر جزعت صباع مثلا او ضفر قطة قطة قصر اه انا حاجات بس دي عايزة برضو عايزة حكمة جدا في التعامل اعمل معاكم ازاي كابتن علي لا يعني في اول تمرين كان هوايني ممكنش بتعاود ايه كميل انا يا شباب ما عرفش ايه تعالو بس بقى بعد كده اتعامل انت اين اقلمت بقى حكمة ايه ايه اه ورانا وجسة لا يفعل امي زاكرا بس يعني في الاخر تتعمل بعد كده ماشي الحياة اه اقلمت بقى هم خدوا علي وانا اخدت عليهم والحمد الله ايه ايه اكبر تحدي عموما في في التدريب سواء لبنات او لولاد يعني التحديات الابتنال اكبر في المرحلة العمرية دي بتكون ايه هل التعامل النفسي هل تنمية المهارات بتبقى فيهل حكا بص أقول له حقيقة هم يعني ميكس يعني الحقيقة لازم في الأول هتحبب اللاعب فيك يعني لازم اللاعب يكون مستريح لك بيحبك تكسب كل اللعيبة سواء فنيا أو نفسيا يعني أنا ممكن مثلا أكون متعامل نفسيا كويس مع اللاعب وفي نفس الوقت مثلا مش بيشارك كتير قوي بس خلاص هو طالما حبك ومقتنع بيك خلاص هو هيتقبل أي حاجة منك سواء برا لسكور ما لعبش الماتش ده لعب حابة قليلين هو هيتقبل منك طالما هو خلاص عارف أن أنت أعمل على مصلحته في الأول وفي الآخر يعني ما ينفعش بمسلا لعيب متوسط وماتش جامد هنزله هو نفسه هيحصل له دروب مش هارف يتعامل مش هارف يتصرف مش هارف يلعب فهو نفسه إذا أنا مش عارف أعمل حاجة مش عارف ألعب مش عارف أجيب باسكت كل ما حط الدربلية تتقطع فبنحاول نعمل مزيج ما بين المستوى اللاعب والماتشات اللي احنا بنلعبها وبنحط كل اللاعب في المكان أو في الماتش اللي ممكن هو يقدر يدي فيه وبالتالي هو مستوى هيتحسن وممكن بعد كده ستعين به في ماتشات جامدة بس لازم يكون يكسر بالثقة الأوي تمام هانا أنت في أي مرحلة دراسية دلوقتي في ثالثة عدادي ثالثة عدادي طيب وأخبار الدراسة ايه مع التمرينات مع التدريبات مع البطولات موازنة ما بين الاثنين ولا مش عارفة تعملي ده لا يعني الحمد لله موازنة شوية إنه مثلا لو فيه أي وقت فاضي لازم مثلا أكون أزاكر مش بضايع وقت وخلاص يعني حكي لنا يومك كده عموما عمل ازاكر يعني لو مدرسة الصبح باصحة الصبح أروح المدرسة أرجع ممكن لو تمريم بالليل شوية أذكر شوية وحل الهومورك بعد كده أرجع على التمرين أروح التمرين بعد كده أرجع البيت أذكر شوية وأنام واسحة تاني مدرسة طب المخمضة دي كلها مش بتشكل أي عبق نفسي عليك يعني مش سهل برضو أن أنت تتنعي بين التفوق الرياضي مع التفوق الدراسي أكيد بس يعني هوا ساعات ممكن نبقى في فترة إحنا تخلص تعبنا التمرين كتير مثلا الامتحانات فلازم يبقى مثلا أغيب مثلا يوم التمرين عشان عود في المدرسة لو فيه امتحان بتحاولي توزيني كده طب والفترة بتاعت كورونا كنت بتتمرن وقد إيه ولم كنتوش بتتمرن يعني مشيت والفترة دي ازاي هو في كورونا يعني سنة عشرين عشرين لما كان فيه بقى حظر وكان دنيا مقفولة كنا بنحاول نحن نعمل حاجات في البيت مثلا لو بنعمل أو نعمل حاجات فتنس مثلا على اليوتيوب كنت بعد كلا ما دنيا اتفتحت شوية كنت بنزل أجري في النادي وممكن كنت أشوت صبح شوية أنزل مثلا سبعة صبح أشوت في يعني كان تدنيا نرجع حبة حبة لغاية بقى لما تمرين رجعت كلها كميل فكرة أنت بتلعبي باسم النادي الأهلي دي لوحدها مصدر لتوتر هستيري وأعتقد نفس الكلام برضو بالنسبة لحضرتك بس أنا عايز أعرف منك أنت الأول بعد كلا نذهب لكابتن علاء إحساسك بالمسئولية وانت لابسة تشوية النادي الأهلي هي أكيد مسئولية كبيرة قوي نحن لأ يعني لازم نكسب يعني كل البطولات ونقدي بشكل حل وما يفعش نكون نخسر مثلاً ويكون شكلنا وحش لأ يعني ببقى فيه يعني يعني سترس علينا أكتر وانحن لازم نكسب بس يعني الحمد لله يعني السبيرت في الفريق والحياة بتضيع كل الحياة دي تعني نفس المشكلة أكيد عند حضرتك برضو أنت يعني مسئول عن فريق 14 بقى 16 23 مهم في الآخر إنه النادي أهلي برضو ده عبء كبير دي يعني دي مشكلة أنا بالنسبالي أنا بالنسبالي الأهلي ده يعني متربي فيه أنا بالنسبالي 30 سنة في الأهلي أنا من ناشئين الأهلي أصلاً ودعيت في دواءة 23 بعد كده جبت لإصابة فدخلت بقى في مجال التدريب يعني خدت كورسات وكده فمتشاط الكورة كمان يعني دي حاجة على الهوى أول مرة أولى متشاط الكورة كنا نخسرنا ماتش في كاس مصر دروس 16 وخرجنا أنا قسرت التلفزيون يعني حضجات نرفيس أنت من الناس دي؟ أو لا لا أنا الأهلي بالنسبالي لما بيخسر ده بيبقى مناحة يعني فالسترس طب ببالك بقى وإنت اللي هتكون مسؤولة عن فوق أو تقسرت لدي الأهلي أنت حد أخذ غير بيت كله لا لا يعني أنا قبلت بطولة بأسبوع أنا قلت الزوجتي يعني وتاخد ابني أنا ابني علي سنتين رب أنا يفرح رب أنا يبارك فيك تاخده وتروح لما ميتها يعني لأسبوع ده يعني أخليت البلطيقة آه آه عشان منع لأي آه منع لأي تهور والله حاجة فالحمد لله يعني ربنا أراد نحن أخذ بطولة بس سترس لا سترس غير طبيعي أنا بعد المتش ما خلص كان كابتن سيد وكابتن سامة كانوا متواجدين في ظهرنا عطلت في الموجودين في كل الأعمار وكل المشاط أنا بوسع دمك كابتن سيد وراح تواخد كابتن سامة بالحضن فضلت عيط عياط مش طبيعي من كتر الضغط اللي أنا كنت في يعني وبالنسبة لي أول بطولة كمان فليها طعم خاص يعني طيب برضو قبل ما نختم معاك وعايزة أعرف من حضرتك يعني استمتعت أكتر بالتدريب ولا استمتعت أكتر بكونك لعب مرحلة بقبل الإصابة آه ولا كل حاجة ليها آه هي دي يعني دي لها مميزات وعيوب دي لها مميزات وعيوب بس أنا سعاد كتير ببقى وأنا يعني كمدرب دلوقتي ببقى عايز أنزل آه لا دي ما كانشين فعل التعامل كده دي أنا لو كنت ما كان آه كنت ما كانها أنا كنت هعمل كده بس أنا بقدر الإمكان بحاول آآ ننقل ونصلح وآآ بس دايما بتبقى مفيدة جدا لما يكون المدرب خلفيته لاعب يعني مش مجرد مثلا إيه أكاديمي ده اللي مارس اللعبة عينه برضو رؤيتها غير بالضبط بالضبط طبعا كلامك مزوط بس فيه ناس كتير بتعود ده بالكورسات بقى كتير وتسافر وتاخد كورسات أونلاين فده بيعود ده بس طبعا كما قلت اللي مارس اللعبة أيا كانت إيه هي ومرا لأ ببقى الوضع مختلف شوية بس فأحمد لله وإن شاء الله بإذن الله نوعى للجميع نحن نعمل أقصى حاجة ممكنة اللي بتلتقون مريا إن شاء الله إذن أنتوا نورتونا وأسعدتونا وشرفتونا تاني مرة برضو نبارك لكم على هذا الكأس الجميل وإن شاء الله المزيد من البطولات والنجاحات نورتونا شارفين هذا المرحبات ربنا يا خريفة ربنا هنتلع فصل سريع ونرجع نكمل برضو في إطار نفس الفريق ونفس الكأس المحترم ده خليكم معنا نستم كميرين مع حضراتكم احتفالنا بفريق ناشيئات كرة السلة تحت 14 سنة في النادي الأهلي اللي تووج مؤخرا بلقب بطولة منطقة القاهرة بعد ما فاز على النادي ظهور زي ما قلت لكم من شوية بنتيجة 58-42 المرات دي منورانا جودي محمد سعد الباز لعبة النادي الأهلي لكرة السلة وكمان خديجة محمود حسني عويس لعبة النادي الأهلي لكرة السلة صباح الفل عليكم ولوريني الدنيا مبروك الكاس الجميلة حاجة عظيمة جدا جودي انتي أختي هنا أخباركم كل حلم انتي وانا عاملين مع بعض ازاي تبقى لا عادي يعني يعني لو فيه متش مثلا ايه هي عملت فيه شغل وانتي مكنتش موفقة هل بتيجي تلقح عليك الكلام وكده ولا الدنيا تنمشي عالي يعني ساعات ساعات والعكس الصحيح طبعا جميل خديجة اولا خديجة اولا خديجة 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 عشان انا عارة بصد فيه ناس اللي اسموه خديجة بيزعلوا قوي من يقول خديجة ويقول لك بلدي اول هي رعبنية واحد بالآخر قولنا يا خديجة بدايتك مع كورة السلة بدأت ابتها وليه اختارت رياضة دي بصفة خاصة انا عادة كلها كنت بتلعب باسكت وكانوا بيحب الباسكت وكده فانا بادية بادية مثلا من ثلاث سنين كده اوكي يعني مبتدتي انت سوائرة اوكي يعني مش كده برضو لا انا عالطل في ملعب الباسكت يعني وانت ابتدتي وانت عندك ثلاث سنين ابتدت ثلاث سنين مثلا اوكي انا افتكارت من ثلاث سنين اوكي اوكي واجود انت انا عرفتنا من هنا انت برضو عندك كذا عنصر في العيلة بيلعبوا كورة سلة واكيد كان حافز بالنسبالك ولا انت اخترتها بمحض اوكي اوكي باحترافي يعني تلعبي ضمن تشكيل فريق لا يعني إحنا كنا انما بنلعب في ديجلة في الاول يعني ما كانش فيه السن اللى قدنا اوكي فكنا بنلعب مع الفريق اوكي فكنا بنلعب مع الفريق اوكي وبعد كده بقا تعاملوا فريق يعني سنة بتاعنا فابقينا نلعب فيه وبعد كده بقا رحنا للأهل اوكي وانت حاليا في سنة كاما في الاتانتعادة اوكي يعني لا أخذ بالي، هو الشبه ليس قوي، ليس كذلك أيضاً، أنت ليس كذلك أيضاً؟ نعم، ليس كذلك أيضاً، حسناً، أنت يا جودي، في أي مرحلة؟ أخرى، أعدادتي، حسناً، والدراسة معك وعملة كيفية؟ الحمد لله، واضح من التعبير الوشي، ماذا، في الضياء، أو ما تطبيلين؟ لا، لا، ليس الضياء، أو أنا عفت وزني بين هنالتنين؟ لا، بالوزن، أيضاً، يعني لو فيه وقت فاضي بعد التمرين، قبل التمرين من ذاكر، ومتعد في العربية، أيضاً، من ذاكرة؟ سيح، عموماً، أعتقد أنها ليست سهلة أيضاً، فكرة أن تكون ملتزمة قوي بتمرينات، وتدريبات، ومعسكرات، وسفريات، وبطولات، وفي نفس الوقت، أنت عندك التزام، وأكيد الأهالي، زي مهم، أكيد فرحانين ببناتهم، أنهم متفوقات رياضياً، أيضاً، يهمهم أنهم يكونوا متفوقات دراسية، أيضاً، مثلاً، مهم دائماً، تساعدنا أن نحن، يعني تجاهزنا الحاجات لغاية ما نيجي من التمرين أو من المدرسة عشان نروح التمرين، ويعني تبقى مجاهزنا حاجاتنا عشان يعني نعرف نوازن ما بينهم، طيب، كواليس بقى الحصول على الكاس العظيم ده، كتعاملة إزاي، استعدتوا إزاي للبطولة؟ ونحن كنا نتكلم إن شوية مع كابتن علاء ومع أختك، يعني هم من وجهة نظرهم كان المباراة الأصعب في البطولة دي، كان متش الزهور، هل أنتو كلكم مجتمعين؟ نعم، 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 وصلت إلى قدر ثقة ، كان لدينا بكسر موضوع لنا لأننا بدأت بنا لعبة موضوعات كثيرة وضاعة ومضاعب موضوعات كثيرة وضاعة فإننا كانت آخر موضوعات وكاننا نتعبون في السواء ولكننا نرغبنا أيضاً نلعب ثلاثين ثلاثين فرق عام فإننا كان هذا موضوع لنا لدينا نقفق كثيراً فإننا نجد أن تكسبه وكان ضغط جامد يجب أن نركز عندما يجب أن تتفرجوا على بريات كرة السل وخصوصاً عالمياً، يعني بتشوفوا مثلاً الام بي اي، بتشوفوا الدوريات الباسكتبول في أوروبا، هل بتتفرجوا على المرحلة السنية بتاعتكم؟ يعني بتشوفوا ماتشات مثلاً الفرق اللي هي تحت 14 سنة، ولا بتبقى يعني انترستد اكتر كأن انتم تتفرجوا على الكبار؟ لا الكبار، كبار، اه، طب مش الصحة برضو انتم تاخدوا فكرة، نحن بناخد طبعاً فيه مثلاً، اه، بتبقى فيديوز بس مش ممتش كامل مثلاً، طب وفي الكبار بتشجعوا مين؟ يعني عالمياً بتحبوا أي فرق؟ يعني مثلاً في الـ WMBA، فيه كذا يعني فريق ناس بنتحب نتفرج عليهم في الـ WMBA، وانت يا شخدية؟ MBA مثلاً ديكرز، هو الـ MBA، اي مطش فيه، اي احد استمتاعي، وحتشوفي شوية مهارات فنية، وشوية سلسيات، وشوية دنكات، حاجة عظيمة جداً، كان فيه زمان، مش عارف هل فريد لسه موجود ولا لا، كان فيه فريق اسمه ودريم تيم، كان في هارلم تقريباً، وانا مش خلطة، كان فيه فريق استعراضي، ومكانش يدخل في منافسات، بس كم بيعمل حركات كده بخورة، بس كم بيعمل سحر والله العظيم، هل بتنفسوكوا يبعدوكوا القدر ده من المهارات، هل بتشتغلوا سواء جوه التمرين بس أو جوه التمرين مبراه بشكل منفرد، على تنمية المهارات اللي فيها جماليات كده، فيها استعراضات، أو تلعبوا على المضمون؟ لا، نحن مثلاً في التمرين، نقعد نتضرب مع بعض، أنا مثلاً تلعين مع خديجة مع بعض، فمثلاً تبصيلي كده، وانا تبصيلي حاجات نتجرب في التمرين، لكن، هما تشتغل تأكريت كل ما نتجرب. هل تبتون أي شيء نتجرب؟ نطبقوا دخولаюًا، لو بسوبي راح؟ أختي Quadsbreaking على طول، أنا ستجرب واحد، هناك مشكل لا يزادها لتلعب أسفلت معكم، صحيح؟ لكن، نجرب يعني في التمرين على طول، نعم، حسناً، هل تستعدوا بقى إعلام ما، إن شاء الله الفترة اللي جاية؟ نستعد ذلك آقرب بطولة هتشاركوا فيها، تكون بطولة من عندها؟ الجمهورية، أين까 بقى؟ نبدأ التمهيدي في شهر 2. سواء، التمهيدي في شهر 2؟ يعني دور التمهيدية نبدأ في شهر اثنين بقى كده في كده دور لحظة ودور التمهيدية تلعبوا من خلاله وكام كام مباراة تقريباً يعني هم لسه يعني ما محددوش كام فرقة بس من لعب من مثلا الستة مثلا في القاهرة والستة في الجيزة واسكندرية ومحافظات ثانية أوكي وبعدها بقى تخشوا على المعمعة التالية مش كده برضه قلقانين من من اللي سيحصل في البطورة يعني انتو بطولة منطقة القاهرة الوحدة طبعاً مبروك عليكم الفوز بيها لكن ما كانتش سهل قوي بالنسبة لكم مبالك بقى بطولة الجمهورية اعتقدت الدخطة هيبقى زيد أكيد مش كده عشان المتشاط تبقى قصعب طبعاً بالتالي الاستعدادات كمان لازم تبقى أغفر اه كمان فيه فرق من يعني ما لعبناش قبل كده ما نعرفها يعني شوفناهم هم بيلعبوا بس ما لعنهم مش قبل كده اوكي لكن بتهتم انتو تتفرجوا على كل المتشاط اه عشان نعرف يعني على كل الفرق يعني قدينا ونشوف بيعملوا ايه مثلا لما لعبوا فرق اللي احنا لعبناه ولما تبعتهم لقيتوا ايه يعني مين اكتر فريق مثلا لا بجد ممتع وانتو بتتفرجوا على متشاطه ويتخاف منه لو هتلعبوا ضد لا يعني الفرق كلها يعني حلوة بس يعني صراح لما بنتفرج نبقى يعني ان احنا صراحة يعني نبقى يعني احسن منهم يعني اوكي 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 طبعا اهم حاجة يعني احنا عندنا امكانيات اكتر منهم يعني ويعني فرقتنا يعني حلوة اوكي طب هل لو قاررنا فرقتنا فرقتنا اللي هي سن اللي هو سن بتاعكم مرحلة البعتاشر سن باي فريق اجنبي فكركم فيه فرق كبير ولا احنا برضو حلوين لا احنا حلوين انتو كتنو اي فرصة تلعبوا اي ماتش مع فريق في نفس المرحلة السنية بس من دولة تانية مثلا ولا شغالين محليا لا لا مفيش بطولات بتشاركوا فيها بره مصر لا اوكي ولا ولا منتظر ان ده يحصل قريب ولا ده متوقف على المرحلة السنية يعني المرحلة الأكبر سنة هم اللي بيدخولوا في بطولات دولة لا يمكن اكبر مثلا من ستاشر او ثمنتاشر لكن يعني اربعتاشر ان نبقى صغيرين شاية اوكي ونفسكم ان شاء الله تكملوا في المجال ده اكيد وانتو في الجامعة هتكملوا برضو لاعب بعد ما تخلصوا دراس هتكملوا لاعب او لا يعني حاطيني نفسكم بلان تانية نعم هي دي انت البسكت عالمك اه اعياتك بالكامل صح كده وانت بالنسبة لي يعني مثلا ممكن لما نكبر نشتغل في حاجة نبقى نشتغلها مع البسكت يعني يعني هل الحاجة دي ممكن تبقى بره مجال الرياضة عموما ولا ممكن برضو بقى فيها تدريب ممكن يبقى فيها لا ممكن يعني تبقى بره الرياضة بس نشتغل مع حاجة مثلا في رياضة او نلعب او ندرب او كده عموما ربنا يوفقكم ويكرمكم ان شاء الله مبروك عليكم البطولة مبروك عليكم الكاس وان شاء الله احنا اكيد مستنين منكم المزيد من النجاحات والبطولات ان شاء الله نموري نورتونا وشرفتونا هنتلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع مرة تانية نكمل بقى كلامنا وتاني فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة خليكم معنا اهلا بكل حضراتكم في تاني وآخر فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة من عشرة الصبح في الاهلي وفي الفقرة دي هنفتح كل الملفات الرزلة هنتكلم عن كل الامور المزعجة اللي خلتنا كلنا مبارح نايمين متنكدين الحقيقة اداء منتخب مصر وطريق التفكير كيروش وطريقة اللي بيلعب بيها واسطوب تعاملوا مع اللعيبة في أرضية الملعب والمراكز اللي غير المراكز وكل الحواديث اللي حضراتكم اكيد عارفينها كويس جدا وكمان عايزين نعرف حتى هنستعد ازاي ان شاء الله للمباريات اللي جاية الفترة القليلة القادمة ان شاء الله هنتكلم عن كل هذه الامور مع ضفنا اللي منورنا في حلقتنا النهاردة كابتن إيهاب المصري مهاجم منتخب مصر السابق صباح الفول يا كابتن صباح الفول يا كابتن الحمد لله كله تمام نمت متعكن ولا ما نمتش أصلا من العكن أنا يعني الواحد طبعا حزين جدا ومتعكننا كلنا كشعب المصري وأنا بقول هارد لك لبجمهور المصر والشعب المصري مبارح مش لمنتخب مصر لان الشعب المصري مبارح عاش ليلة حزينة عاش ليلة من أسوأ الليالي اللي ممكن تكون مرت علينا في تاريخنا في الكورة بشوفي للمنتخب مصر مبارح قدم واحدة من أسوأ مبارياته على مدار التاريخ يعني في بطولات أفراقية بالأخص أخزا في الاعتبار ان المتش ده لايب فيه شوية أسماء زي الفل مع الاهترام الكامل ليهم طبعا ولعيبة على مستوى عالي وكل الاحترام ليهم لكن قدمنا مباراة ولا أسوأ ما كانش لدينا أي تواجد مبارح فنيا ولا عندنا روح ولا روح قتالية ما فيش أي تواجد لدينا مبارح ده يخلينا زي ما بن مستغلطين كارلوس كيروش في حاجات كتير هنتكلم هل كمان نستغلط اللعيبة يعني ولا هما أسقط في يدهم زي ما بيقولوا كل واحد موجود في مركز غير مركزه دي حاجة لكن البداية أصلا واضح انه مفيش تحضير جيد للمباراة مفيش تحضير استشعرت ده من ايه؟ في مؤشرات في اللقاء يعني أنا فيه كرة يمكن كنت متواجد مبارح في حاجة كده فبتكلم فيه كرة مبارح لمحمود حمد الوينش في أول اللقاء فتوح بيرجع هالو الوينش بدلا ما يشير البشمال ورح ووسع وتقطعت منه ودخل فيش تركيز يعني اللعيبة مش مركزة اللعيبة مبارح من مدات اللقاء لا مفيش تركيز فيه كذا كرة في اللقاء تباين لحضراتك اللعيبة خارج منطقة الخدمة هم ما كانوش مركزين برده خلينا برده نقف عند تفصيلة تفصيلة سحنا عايزين نعرف ما حصل هل ما كانوش مركزين عشان هم محبطين من ان كل واحد فيهم يلعب في مركز ثاني وشوفنا ده قبل كده وكلنا شوفنا النتيجة السيئة هل ده اللي ممكن يكون احباطهم مسلا التحضير لازم يكون في تحضير قبل البطولة احنا عاملين يعني دخلنا معسكر من اول الشهر او من يوم ثلاثين لازم يكون في تحضير كل تركيزي على اول لقاء مش ابص على غينيا ولا السودان لان مباراة ناجيريا هي المفتاح الرئيسي للبطولة وبتلاعب الفرقة يعني الاقوى في المجموعة واللي هي هتساعدك اللي انت مكسبها هتوديك لأول مجموعة على طول فلازم يكون تحضير كله من اول اول ما دخلت المعسكر بحضر العيبة ذهنيا ومعنويا وفنيا وبدانيا وكل حاجة بجهزها لمطش نيجيريا واضح اللي مكنش فيه تجهيز بشكل كافي او تحضير بشكل كافي لمواجهة نيجيريا نيجيريا احترامتنا نيجيريا ذكرتنا بشكل كويس جدا نيجيريا قدرت تلعب على نقط قوتنا وضعفنا بشكل كبير جدا قدرت تحترمنا بشكل كبير فعشان كده كثبتنا امبارح فرحة منتخب نيجيري بعد اللقاء تعرف توصل لحرارك قد ايه هم كانوا مديني للمباراة اهمية كبيرة جدا لهم عارفين ان المفتاح البطولة هي المطش فاحنا واضح لما كانش كان لازم بقى انا هنا كان لازم يكون فيه دور كبير جدا وشحن معناه كبير من السلاسي كابتن واي الجمعة كابتن محمد شاوي كابتن يا سامل حضر التلاتة دولة عندهم خبرات كبيرة جدا في بطولة افراقيا الجيل الزهبي اللي كلنا بنترحم على ايامه بنترحم على افضل كورة قدرناها في كورة افراقيا فوجودة السلاسي ده في وجوده في الجهاز الفني مش مجرد وجوده خلاص لا ده بالعكس احنا لازم نستغل وجود السلاسي ده لو الراجل مش عايز دخلهم في الامور الفنية بس لازم نستعين بخبراتهم بالدفع المعنوية الهاتف يسمع يسمع منهم لازم تدخل بقى كده من اتحاد في لا تدخل في اتحاد الكورة يشترك لنا اتنين كويرة في اتحاد الكورة الجديد كابتل حزم محمد برخات هل لازم الاتنين يتواجد呈 بسرعا' في الكاميرونا لازم يشرك الجهاز الفني المصري يجب ان يشركه في الامور الفنية وشتركه افكتراته وكاراته وبلاش عند. لأن العند هيجي على حساب. وجاء على حساب نحنا. جاء على حسابنا كممتخب. جاء على حسابنا كشعب مصري. فجاء على حسابنا نحنا كتير جدا. هل كيروش مثلا متواجد مع كابتن محمد شاوء كابتن الجمعة كابتن ديال السيد. مش عارفين اللي مثلا مصاب محمد عمره ملايه بجناح. يعني مثلا مصاب محمد بالإمكانات الكبيرة الراجل اللي. بلاش. طب محمد صراح ومن غير محد يقول اللي هو نفسه. مش عارف إن محمد صراح. محمد صراح اللي هو أفضل لعب في العالم. صحيح. أفضل لعب في العالم عشان هو أفضل جناح يمين. يعني هو الراجل بيقدي جناح يمين. تلعبه راس حربة صريح. ده أفقط. هو الراجل المبارح قال كده. هو برضو في الجوانب الفنية. الراجل المبارح بمداري بنجري قال إيه. قال منتخب مصر بعد اللقاء. بقول منتخب مصر كان بيلعب على نقطة واحدة. اللي هو بيحاول يفضي مساحات لمحمد صلاح. أو هو معنى أصح. منتخب مصر كان كل هدفه أو الحل الوحيد اللي عنده هو محمد صلاح. طب بلنا بيك الترخير الراجل ان هو شاف لنا شكل ما. طب ما هو. لا. ما نقول لحد جتك. ما هذه. طبنا دلوقتي مندرب منتخب نجريا لعب على النقطة دي. والراجل ساعده. يعني منتخب نجريا كان عايز يقفل على صلاح. فانت بتلاعب كمان. يعني نتكلف الأمور الفنية بقى. البداية. البداية أنا يعني نتكلف البداية كتشكيل منتخب مصر هو مش الأمثل. لأن تريزيجي طبعا راجل ليه كل اللي احتراموا التقدير. لو تريزيجي في الحالة الفنية والبدنية الطبيعية بتاعته بقاله 9-8 شهور بعيد عن الكورة وبعيد عن الإصابات ومصاب بشكل كبير. ونزل آخر عشر دقايق فلسه بيتحسس الملعب. فلازم برضو مجيش عليه. لازم أديله كنت ممكن أستغله مكان زيزو. يعني في الوقت اللي نزل فيه زيزو كنت تبدأ أنا بزيزو اللقاء لأن يزيزو بدنيا وفنيا أجهز من تريزيجي. زيزو كان ممكن يقدر يلعب مع النيني ويلعب مع حمدي فاتح في نص المرعب لأن إحنا كان عندنا جاب كبير جدا جدا وحالة تواهان كبيرة في نص المرعب. في الناحية الهجومية لما أنا الراجل كان أكيد عامل حساب محمد صلاح. فالخطورة كلها بتكمن في منتخب ناجيريا في الجبهة الشمال عنده. سيمون اللي هو أخطر لعيد فيه. لعيد كبير جدا. فلما أنا لعب محمد صلاح فيه. كورة أعليا كلها بتاعته. كورة طويلة كلها بتاعته. فتغيرت أكرم أربكة اللقاء. لأن أنا واضح. ما أنا بقول لك من كلام بقى التحضيرات اللي قبل اللقاء. أنا مش مجهز بلان بي. مش مجهز. قاعد مش مجهز. ده مش مجهز بلان اي نفسها أستاذ. ما أنا أقول لحضرتك. بلان بي. اي طموح اللي عندك. ما أنا بقول لحضرتك. لما أنا لازم أكون قاعد. لو مثلا أي لعيب أصيب في بداية اللقاء. في أي ظرف زي السلية ما أصيب في مرش الرجاء. طبع طبع طبع. ممكن يحصل أي ظرف وارد. كذلك ما حصل البارد. لازم يكون عندي بدائل. أنا واخد معي عمر كمال عبد الواحد باكي مين. راجل لاعب في فيوتشر. ولاعب معي في كاسة العرب باكي مين. ليه ليه أجي على محمد عبد المنعي. ليه أفكى في محمد عبد المنعي. لما تيجي أنا وإنت كده. وأنا عارف أن دي مهمة شبهة مستحيلة الحقيقة. بس دعنا نحاول. ندخل جوه دماغ. جوه دماغ كارلوس كيروش. كمان. هنفترض أن هو جاي. ومش على علم كامل بإمكانيات كل اللعيبة ومراكزها إلى آخره. لكن أعتقد أن هو خد من الوقت ما يكفي. أربع شروف. ويجرب. وطبعا وهو بيشوفه بيجرب. سقطنا إحنا بطولات زي كاس العرب. وأحبطنا الشعب كله إلى آخره. تعتقد هو بيعمل كده. يعني بناء على إيه؟ إيه الفكر اللي ممكن أن ينتج عنه أنه فيه إصرار واضح على أن كل لعيب متميز في مركز. نحطه في أي مركز في الدنيا غير المركز اللي هو متميز فيه. هو المشكلة هو واضح جدا اللي هو عنيد. عنيد. والعندة زي ما قلت عليك واضح للناس كلها اللي هو عنيد فعلا حتى في اختياراته. لما الناس بتعتضط عليه وبتقول له مثلا لازم يكون موجود معك واحد زي طرق حامل. واحد زي قفشة. مثلا. لا بيعمل حتى ما فكرش حتى لما فكر يستدعي سلاسي بعد ما خد القريمة 25 والقايمة الطبيعية 28. فهو رح ما يصدر للناس برضو مشكلة رح اختار 25 في الأول. ضغطوا عليه عشان يجيب ناس. زود 3. زود 3 وجاب عكس الاختيارات اللي ترشحت له. اللي كوني حسا جمعت عليها. اللي ترشحت له كمان. وللناس طلبتها منه وجاب 3 عكسهم تماما. فواضح اللي هو بيعمل بشكل كبير جدا. لازم تدخل من اتحاد الكرة الجديد. لازم قعدة مع الراجل. لازم يكون فيه إشراك للجهاز الفني المصري المتواجد. لازم تأخذ بالرأي معهم. لازم لأنه عندهم برضو خبرات. الراجل بقى لأربع شهور عارف خلاص. المفروض يكون حفظ كل العيف في الدور المصري. كل العيف في منتخب مصر عارف مين يصلح ومين ما يصلحش. لعب بعمر كمان زي ما قلتها في كاس العرب. فأكيد عارف وخده معاه بتورة أفريقيا. فأكيد أنت واصل في إمكانياته. باللغة الكرة أو باللغة العادية. ادي لعيش لخبازه. الراجل اللي بقى يمين. هيبقى حافظ مكانه عنده انطلاقات. أنا لما حطت صلاح ناحية اليمين. أكيد سيمون ده هيبقى عنده تحفظ كمان. مش هيقدر يكون مش هيرجع يدافع. لأ لما يكون محمد صلاح موجود جناح يمين. سيمون راسبن عنه هيحاول يرجع. يدافع مع الباك بتاعه. عشان خاطر ما يسيبش مساحة لمحمد صلاح. فإذا انت عملت قوة في الجبهة اليمين. لأ انت قلت لأ خلاص أنا هريحك للمدير الفني الناجيري. لأ تعالى محمد صلاح إلعب فين. فعمك الملعب الهجومي. واسحم الدنيا على محمد صلاح. ووقف الملعب على محمد صلاح. وحرمه من أهم مميزاته. اللي هو يلعب على الطرف. فبتلعب مصام محمد المهاجم الترجيب بتاعك. بتلعبه جناح لأول مرة في حياته. مصام محمد يعني ما عندهش الإمكانية اللي هو يلعب غير هو يعني هو تقلق بلعيب كرة عشان خاطر يلعب المهاجم الترجيب. مهاجم المحطة. طبع. يعني فتلعبه ناحة اليمين. بتلعب محمد عبد المالي. مصام محمد وترزيجي. السلاسي أكيد طبيعي السلاسي أول ما يلعب مع بعض. السلاسي محمد عبد المالي مش مكانه. مصام محمد مش مكانه. فكانت عندنا الشوت الأول حوالي 10-15 هجمة من ناحة الشمال. من عنده سايمون فيه اختراق كبير جدا للجابة اليمين. الشغل الراجل يعني أنا من وجهة نظر هو أفضل لعب في اللقاء. أفضل لعب عمل كل حاجة برحة نحية الشمال لمنتخب ناجيريا. فأنا أكيد قاعد شايف بره وقاري المفروض أكون قاعد. أيه برضو إحنا برضو ما وصلناش للحقة. اللي هو. تعالي في دماغه. ما حدش عارف حاجة. هو يعني هو مثلا حالف ليشل لنا. هل في دماغه رؤية مختلفة ما شافش فشالها طول الفترة اللي فاتت. هو أكيد شايف. يعني هل يعني أنا بحاول أو جيت له مبرر على فكرة. ما احنا مش لايه. نحن بس أبدي اندهاشي. يعني مثلا الراجل ده عارف بعيدا بقى عن اللعيبة بتاعتنا هو الراجل ده جاي من خلفية تانية مش عارفهم. مش عارف محمد صلاح. مش عارف ان محمد صلاح أحسن جناح في العالم. هو. هل هو قال مثلا ان الفريق النيجيري عارف ان صلاح أحسن جناح في العالم فبطبيعة الحال حيلعب جناح. فأنا هطلع حويت وغير له مركزه. ممكن يكون يفكر كده. هيفكر في كده ما انت في نفس الوقت خسرت مركزه خسرت اتنين. طبعا. هو مصطفى. طبعا. ولا ده قدى ولا ده قدى. وانت ساعدت الظهور يعني انت يعني كان ميسر كروش ساعد صلاح على ظهوره بالشكل ده. ساعد صلاح اللي الناس تهاجم صلاح بالشكل ده لانه هو سبب في توظيف صلاح السيء امبارح. طبعا. يعني هو اللي عمل كده كمان. يعني صلاح كان خارج المستوى امبارح والدي اوف بتاعه. لكن كمان ميسر كروش ساعد صلاح في كده. بتوظيفه الغلط وتوظيفه السيء جوه في جوه الملعب. ومتخب نجيريا كان عامل زحمة في عمك الملعب. وإحنا عملين مصممين. وإحنا توليت على ان يبقى فيه كرسي في القلوب. لحضرتك وعرفنا ان شرط الجزائي سنة ونصف دي مش شرط الجزائي دي مش شفتهاش في الكورة. اللي انا عرفه في اي نادي. وحنا تعرضنا المؤامرة يا بوكباتل ولا بتهايق لي. مؤامرة متكبلة الاركان كبير. ولازم حساب عسير لازم حساب عسير وانبارح انا عرفت برضو من النصادر كده ان ممكن فيه تفكير. لو الراجل قدى المطشين اللي جايين بنفس الاداء لأ هيتم الاطاحة بي. هو انت متوقع انك تشوف منه اداء مختلف. تا الطبيعي لازم يكون لدينا رد الفعل. موكر الطبيعي انه بعد كاس العرب نشوف اداء مختلف. لا ما اقول لحراك حاجة الطبيعي ما انا قلت حراك لازم قعدة معي لازم واقفة لازم اشوف رد فعل لمنتخب مصر. انا نبارح الشهود التاني مش اقول لحراك بقى المطش اللي جاي. انا كنت مستني الشهود التاني ردت فعل مختلفة ومغيرة تماما. كنت نفس اشوف رد الفعل اللي شفتها 2010 من جيل 2010 اللي مترحم على ايامه لما كان متأخر امام نيجيريا في الديا 13 او 12 ورجع في الديا 32 او 33 وكسب نيجيريا 3 واحد. ده انا كنت مستنيين بارح كنت مستني على الاقل اشوف روح مستني شوف غل قاروي في الملعب مستني شوف الميزة اللي كانت عنده منتخب مصر كان في البطولات المجمعة كان عنده ميزة مفتقدة كثير من المنتخبات القوية حتى في افريقيا عنده روح في البطولات المجمعة مختلفة تماما عن اي مطشط تاني. ما شفناش رحيتها مبارح تماما. ما شفناش رحيتها مبارح والفترة اللي فاتت كلها بما فيها الفترة بتاع الكاس العرب على فكرة يعني باستثناء ممكن الروح شوية في مطش الجزائر بس يعني مطش الجزائر كان فيه روح وقلب شوية بس باستثناء المطش بتاع الجزائر ما كانش فيه روح تانية لكن ده اللي انا عايزه انا عايز شوف منتخب مصر بالاسامي الكبيرة فيه امكانيات فنية في الملعب عالية عندي عندي الامكانيات اللي تخليني افضل من كده عندي بشكل كبير جدا. يبقى فيه تقصير فيه تقصير من مدير فني ومن لعيبة يعني مدير الفني بيعمل يعني بيعمل يعني بيشتغل طول الأسبوع او بيقعد يزاكر وبالامتحان بقى ده بتاع اللعيب يعني هو بيجهز اللعيب فنيا ومع نوين وزينيا عشان ينزل يقد في الملعب اللعيب مبارح لا انا مش شايف باستثناء يعني شوية التانية حتى التغييرات التي عملت شوية التانية اللي انا كنا بستنين رد فعل اقوى الراجل عمل حقيقة غريبة جدا تغييرات تعديزه رمضان كانت مطلوبة هو لعب في الشوط التانية لعب الأربعة اتنين حمدي فتحي وانني وجاب بقى كبير جدا كان فيه جاب كبير جدا ما بين حمدي فتحي وانني والرباعي الأمامي والجناحين اللي هما كان زيزه ورمضان ومحمد صلاح ومرموش انا شايف اللي مرموش مبارح بالنسبة للميرا ما كانش لي دور خلاص يبقى انا سيب مصطفى محمد لو هلعب مصطفى وصلاح تحت بعض مصطفى يبقى موجود هو المهاجم المحطة اللي هيقدر يخبط اللي هيقدر اعتمد عليه بسرعيته بقوته وخلي محمد صلاح لو انا عايز احط محمد صلاح في قلب الملعب محمد صلاح ياخد اللي هينزل من مصطفى لكن حتى مبارح فيه في ديارة وستين زيزه بيعدي من الناحية اليمين وبيعمل عرضية تلات مدافعين من ناجير هم اللي متواجدين وبيطلعوا ما فيش اي تواجد هجومي زيزه عمل امبارح تلات اربع عرضيات ما فيش اي تواجد هجومي نهائي لمنتخب مصر من الديئة 58 من وقت نزول زيزه للديئة 88 وقت نزول محمد شريف احنا ضيعنا 30 دقيقة على الفاضي ضيعنا 30 دقيقة بدون مهاجم سريع وده خد مننا كتير احنا كان فيه فجوة كبيرة جدا 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 ما بين نص الملعب الدفاعي ونص الملعب الهجومي كان فيه مساحة كبيرة جدا كان فيه جاب كان فيه منطقة احنا عندنا برضو مشكلة كبيرة يعني فيه مشاكل كبيرة يعني نقعد نتكلم نديدي نديدي اللعب الوسط المنتخب ناجيريا هو مفتاح لعبوه من بارح في نص الملعب استلم كتير جدا من الحاجات اللي لازم اشتغل عليها استلم باريحية كمان ما هدي من الحاجات اللي لازم اشتغل عليها الراجل فاضي في طول الماتش لما انا حب اقفل على الراجل ده هقفل عليه بالمهاجم اول خطد فعليه المهاجم هينزل يسقط عليه انا ما عملتش الكلام ده ودت مصطفى يمين وصلاح مشايز اللي يدفع على الراجل فانت فيه سلبيات كتير فيه مشاكل كبيرة جدا دي من الحاجات اللي اثرت علينا لان الراجل ده ما اتضغطش عليه طول اللقاء محدش قدر يدفع عليه بشكل جاي طول اللقاء فاديته اريحية كبيرة جدا 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 طب احنا يعني احنا صبرنا شوية عليه زيادة على اللزوم يعني ما حصلش نفس القادر من الصبر ده مع كابتل حسام البدري مثلا احنا اخدم في الاعتبار ان كابتل حسام على الاقل مخصنش والماتش انا واحد من كنت يعني كنت مقايد جدا للتجربة بتاعت الراجل لكن انا كنت شايف تعظيم كبير جدا للراجل احنا عزمنا عزمنا في الراجل كتير قوي لكن الراجل بشر وعنده اخطاء عنده اخطاء تاريخه على راسي بس التاريخ خلاص ده جزء وخلص انا ريدا اللي قدامنا ما يصرش ده احنا لو كنا متفقين مع الراجل مدرس الالعاب في مدرسة وكون محترم كده وعنده تاريخ في الالعاب وحيات كتاب لكن هيديك شغل اكتر من اللي انا بقوله حالك وكمان انت بتلاعب منتخب ناجيريا وناقص ستة عناصر مهمة جدا يعني منتخب ناجيريا امبارح ناقص منه ومش في كامل قوة طبعا يعني احنا كنا فيه ناس بتاعت تتكلم ياريت نلاعب ناجيريا في المرحلة النهاية في تصفية كسر عام لا لا منتخب ناجيريا عنده ستة عناصر كمان هيزيده قوة امبارح منتخب ناجيريا يعني برضو لو فيه شراسة كان ممكن نطلع بنتيجة اكبر من كده طبعا يعني انا شايف لان ابتديت الحلقة بقولت ان كده ربنا كرمنا وسطرها معانا ونبوس ايدينا وش وضهر ان احنا طلعنا واحد سفر بس طبعا انت حالك متخيل لما احنا كمصرين قاعدين بنقول الكلام ده فمتخيل حالتنا مبارك اتعامنا ازاي طبعا يعني حالتنا كيت سيئة جدا اتمنى اتمنى اللي يكون فيه واقفة مع الراجل واقفة مع اللعيبة اللعيبة لازم تعرف اللي هي بتلعب باسم منتخب مصر لا انا رايح هاخد بطولة منتخب مصر متواجد في كاس افريقيا متواجد في كاس عرب متواجد في بطولة ودية منتخب مصر بطول عمره اسمه كبير هو بطل افريقيا لازم يكون هو المرشح الاول والاقو لازم دايما منتخب مصر تواجده في بطولة افريقيا او في اي بطولة لازم يكون هو المرشح الاقو ما ينفعش أطلع أقول أنا هدف كاس العالم كلنا هدفنا كاس العالم على ذكر البؤل اللي هو قالهم دول يعني شايف إزاي تصريحات وحجم التضارب اللي فيها أنه وقعت فترة طويلة في الأول وبإصرار بيقول زي ما حالك بتقول كده ما معناه أن أنا تعاقله معايا على كاس العالم ما معناه يعني يعني أنا حالعب معاك وكاس العرب وأمم أفريقيا جست لذيذ مني وحد يعمل كده ومؤخرا يعني الدارح بقى إيه النبرة اختلفت صيغة ومحتوى كلام اختلف آه احنا برضو بالنافس على اللقاء فيه تسمع بقى الكلام اللي كنا نسمعه من أول يوم إنه هو واجه انتقالات شديدة جدا هي التصريحات كلنا كنا في الأول بنقول هو بيشير الضغط أو بيحاول يخفف الضغط على لعيبته لكن لا اللعيبة بتستمد قوتها وتستمد تركيزها وده بيتترجم في الملعب من تصريحات مديرها الفني من كلامه فأنا لما كنا قاعد في القوض المغلقة وبتكلم مع لعيبتي وبنقلها اللي أنا هدف الرئيسي هو الحفاظ على اللقب أو اللي أنا أخذ اللقب بطولة أفريقيا وأنا أرجع البطل أفريقيا تاني إحنا آخر لقب واخدينه 2010 فأنا لازم لازم نرجع لقارة أفريقيا تاني لازم نرجع أسياد أفريقيا تاني لازم نرجع بقوتنا الأندية المصرية مسيطرة بشكل كبير جدا على قارة أفريقيا فلازم يكون كمان منتخب مصر بنفس القوة ومتخب مصر ما يقلش قوة عن المتخبات كتيرة جدا فلازم نستفيد من السلبيات الكتيرة أو إمبارح لاننا ما عندناش إجابات إمبارح احنا كل المطش إمبارح سلبيات لازم نستفيد منها عشان نقدر نخرج بأسرع وقت عشان عندنا مطش مهم جدا 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 لاننا وضعنا في نفسنا في مأزق ووضعنا في موقف صعب جدا لازم الست نقط اللي جايين طبعا الكرة مش مضمونة بالأداب بتعن بارح كمان القلق واليأس بدأ شايف هيحصل ليه بالمناسبة يوم السبت بقى مع مابشنف مع غينيا في سبب لازم أغير طريقة اللعب ولا غير المدرب ولا غير إيه ما هو المدرب مش هيتغير خلاص مش هيتغير خلاص لازم أغير طريقة اللعب أنا لسه كنت بتكلم برضو أنا كمدير فني طريقة لعبي اللي أنا عتدت عليها وعتدت أشتغل بيها هي 4-3-3 كمسر كيروش هل الطريقة دي يعني جابت شغلي وجابت نتيجة إيجابية مع المنتخب المصري أو مع اللعب المصري لا خلاص يبقى أنا لازم كمدير فني يبقى عندي زي برضو هرجع تاني بلان بي لازم أغير لازم ألعب بطرق مختلفة لازم أنوع في طرق لعبي لازم أشوف الطريقة المناسبة لللعب المصري اللي أنا جاي عشان أشتغل معاه لازم أشتغل إيه هي الطريقة بتاعتنا 4-2-3-1 إحنا تعودنا دايما على رقم عشرة لازم تعودنا على كده تعودنا على على واحد يكون رابط ما بين نص الملعب الدفاعي ونص الملعب الهجومي لازم يكون فيه رابط إحنا ما عندناش دلوقتي كده ما عندناش لعبة مركز ثمانية على مستوى عالي جد غياب السلاء المبارح أثر في نص الملعب أثر في نص الملعب عدم موجود طريق حامد مع منتخب مصر أبقى لازم طريق حامد يكون موجود مع منتخب مصر محسنة بقيمته بسدفة مطش الجزائر بسدفة خاصة الوحيد اللي كان موكل يعد يصد مع الشباب فيه مطشات كبيرة مبارح فيه فروق بدنية كبيرة جدا يعني مبارح الاحتكاكات البدنية بيننا وبين المنتخب النجيري كانت كلها في صراحة منتخب النجيري أقول لك يا بوكبات فضل إحنا عاكملنا على بعض وعلى الناس بما يكفي تعانق في الملف ده ولو مؤقتا وندخل بقى على كأس الرابطة أول نسخة من كأس الرابطة بكرا إن شاء الله النادي الأهلي زي ما انتعارف عنده ماتش مع الجونة شايف البطولة دي أصلا استحدثت مؤخرا دي مفيدة إلى أي درجة وتوقعاتك للنادي الأهلي هيحقق فيها إيه إن شاء الله طبعا هي مفيدة الأندية ومدر الأندية تاني بمعنى يعني مدر الأندية اللي في المؤخرة الأندية اللي كانت بتعاني في الجزء الأول أو الثمن أو التسع أسابيع في البطولة زي إسرن كامباني الإسماعيلي الجيش المؤولين المقاصة كان فيها أن ديها بتعاني فيها أن ديها كانت بتطمع لتستغل الفترة التوقف الكبيرة دي أنها تجهز نفسها وتقاهل نفسها بشكل كويس جدا وتعمل تدائمات فالبطولة هي بطولة أكيد المتشاط أنت كنت هتحتاج كفرق دي كلها كنت هتحتاج متشاط ودية هتقدر بيها تجهز نفسها للفترة ما بعد كاس أفريقيا فأنت تعملت لك متشاط بس بصيغة رسمية تعملت لك متشاط بشكل رسمي بشكل تنافسي جيد جدا لكن هو ممكن تأثر عليه هو لكن بالنسبة للنادي الأهلي أعتقد هيستفيد بإنها بشكل كبير جدا لأن أنت هتجهز لعيبة أنت عندك عناصر الثمن عناصر مع المنتخبات بتاعتها فأنت هتوجد مكانهم ثمن بدائل فالثمن بدائل دي أعتقد تجهيزهم في مباريات رسمية وقوية بالشكل ده خير تجهيز خير تجهيز طبعا لأن أنت مش ماتش ودي هو بطولة رسمية فالاحتكاك هيبقى قوي اللعيبة تركيزها هيبقى أعلى وكل واحد عايز يزبط نفسه كل واحد عايز يزبط أحقيتي بالتواجد في الندي الأهلي أحقيتي بالتواجد في التشكيل الأسياء لا وفرصة جايالهم على طبق من دهب برضو اللعيبة الدوليين كل واحد لما تمن عناصر أسياء غيبين عنك وبدر بنون طبعا ربنا نعيش فيه والإصابات اللي موجودة بالكورونا طبعا ربنا نعيش فيه فأعتقد هي فرصة كويسة جدا لأن أنت تعمل مش صف تاني بقى تعمل فرقة تانية تقدر تنافس لأن أنت هيبقى عندك ضغط كبير جدا كسعلم أندية وطوط أفريقيا ودوري وهيبقى في ضغط بعدك فريق موازي عشان تقدر تعمل الروتيشن بشكل كويس جدا بعد العودة طب أنت شايف عموما بعيدا عن النادي الأهلي بشكل عام شايف مسابقة الدوري هيبقى شكلها عامل ازاي بعد ما تولت الرابطة لمسؤولية إدارتها الرابطة لحد الوقت يخلينا نتكلم اللي هي عاملة شغل كويس جدا فيه مواعيد منتظمة فيه تصوير مختلف فيه جودة مختلفة فيه شغل معمول طبعا احنا نتكلم في شهرين ثلاثة الرابطة متواجدة أحداثة بطولة جديدة الرابطة عايزة شغل الرابطة محتاجة مساندة الرابطة لسه محتاجة وقت طبعا لكن كبداية أعتقد بداية موفقة جدا 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 وشايفين شغلهم على الأرض الواقع فأتمنى الاستمرارية أتمنى الدعم من الناس أتمنى يكون في تعاون مشترك ما بينهم من فترة الجاية وما بين التحاد الكرة الجديد لأن ما ينفعش كل واحد يشتغل في التجاه لازم يكون في تعاون ما بين الرابطة والتحاد الكرة عشان نقدر نخدم الكرة المصرية ونخدم الدورة المصرية ونتطلعها بشكل أفضل لكن ما ينفعش أنا كالتحاد الكرة أفكر في التجاه والرابطة أتفكر في التجاه ده هيدور بالكرة المصرية صحيح صحيح عندك حق مليون في المئة هنرجع ونقول ربنا يستحل حاجة يا رب وأتمنى صيغة ومحتوى كلامنا على المنتخب بصفة خاصة الفترة اللي جاية أتمنى أنها تتغير يا رب إن شاء الله ده لو كان مكتوب لها أنها تتغير يعني أنا بشكرك جزيلا شكرا على وجودك معنا في حلقات النهاردة شكرا وإن شاء الله نشوفك على خير في حلقات جاية في حلقات جاية في حلقات برنامج بشكل وجودك شكرا جزيلا وهي أكيد بشكر كل حضراتكم على متابعاتكم لحلقة النهاردة بإذن الرحمن إن عشنا وكلنا عمر يتجدد لقاءنا بيكم يوم الحد الجاي قبل دلوقتي بساعتين عشرة صبح في الأهلي وحلقة جديدة شكرا على خير